مين معنا? فادية. تفضل يا فادية. يا اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول يا فادية. انا عامل عملية شد بطني. بقى لتلات سنين. انا مخلفة تلات اولاد. بقى لتلات سنين. بقى لتلات سنين. تلات سنين. ايو فادية. اه فبرضو لي بطن. اه حبيت اروح للدكتور تخصيص عندنا. فبعمل لي جلسات ليزر. بس زي ما حدرتك بتقول بره الليزر القديم. اه يا فن. يعني ما زي اللي حدرتك شرحت دلوقتي خالص. طيب. فادية الدكتور التخصيصي بيعنده اجهزة ليزر للتخصيص. واحنا اتكلمنا لازم تبقي عارفة يا فادية وانت من المنصورة حتى الناس بتوع المنصورة كلهم زي الامر يعني. فانت التخصيص حاجة والتجميل حاجة تانية خالص. التخصيص ده كترة التخصيص بستخدمه اجهزة سطحية على الجلد. لتقليل شوية التكسير. لو دي ما بتقللش محيط الوسط او بتقللش المنطقة باكتر من سنتي اتنين سنتي. مستحيل تزيد عن كده. لان هي مش تدخلية ما بيتدخلش بشكل اساسي مع الجلد. فما تتوقعيش نتائج مبهرة طالما انت ما بتعمليش ريجيم كويس. والاجهزة الوحدها الخارجية دي ما بتشيلش اكتر من اتنين تلاتة سنتي. من محيط الوسط يعني بعد استخدامها اتناشر عشرين جلس. مفيدة لبعض الناس اللي هو عنده اتنين سنتي او عنده سنتي او عنده حاجة صغيرة كده اه هتفيده هتبقى كويسة هتدي تايتنس للجلد او يعني هتدي شدة للجلد اه بتدي بس هي احنا بس لازم بيعرفين اولها واخرها. بعض الاحيان بعض اطباء التخصيص بيدي اه يعني بيدي امبريشن او بيدي كده يعني اه اه توقع ان انت هتتحولي او هتبقى اه ميت كيلو هتطلعي من عنده بطنك اكنك عندك خمسين كيلو. ده الحقيقة مش حقيقي لان اجهزة الليزر الخارجي ما بتأثرش اكتر من سنتي اتنين سنتي. لكن اجهزة الليزر او نحط الدهوم بالليزر هو ده الفيديو اللي احنا اتفرجنا عليها عشان نعرف ايه هو نحط الدهوم بالليزر عشان الناس تبقى عارفة. ليزر مش من برا كده. الليزر اللي من برا ده او التفتيت او الكرايو او كل الوسائل دي اه ممكن تنزل لنا اتنين سنتي تلاتة سنتي لكن مش هتغير الشكل بشكل دراماتيكي الا زي ما بتعملوا عمليات نحط الدهون بالليزر.